السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم لقناتكم فيجاز شينغن في موضوع جديد فيديو عبارة عن أجوبة لمجموعة للأسئلة ديلكم ومجموعة ديال إرشادات كذلك قبل ما قد نجاوب على هذه الأسئلة اللي خليتوا في التعليقات مشكورين كذلك على التعليقات ديلكم بويتين أعطي واحد نصائح على الفيزا الفيزا الى ما اهتمتيش وما اعتنيتيش بالميلف ديالك انت اللي غادي تدفع الفيزا راكينا واحد نسبة كبيرة ديال الرفض اتقول لي علاش كي عندبالي كيمشي كيقولك انا ما عنديش الوقت كيمشي لواحد لاجونس هاد لعب الضائف اللي كيهضر معاك حتى انا كنخدم الميلفات مع الناس بحالي بحال جميع الناس حتى انا كنقول لي كاد نخدم معاك وكاد خلصني ونبينا عليه السلام ومشانت وما خاصنيش نقول هاد الهضراء اللي اه خاصني نقول ما نقول هاش باش نستفد منها انا انا ما يجي عندي تاشي واحد ما انا خدمش معاك وعندي الرباح اشتي انا ما يجي عندي تاشي واحد ما يقول لي خدم معايا وعندي الرباح يعني انا ما عنديش مشكلة انا نبارتاجي معاك شنو خاص كتدير ربني كاتمشي كاتدي كاتدي ميلف ديالك في حالك وكاتت تقول مول لا جانس مول لا واكالة كني نوكلت لي كونفينز كني نوكلت لي كيخدمون خدمة مليحة وكني الناس لي غيكي اي كيزبالي واكا باغي نفع ميلف دلفيزا غا ما كيسو لكش حال خدام ما كيسو لكش حالك في الاقدامية ما كيسو لك العلاسة لا 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 فين بغي تمشي لا 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 شو من مدينة لا لا والو صافية كيش دلك الموعد تيقول لك جيب هادي فوتوكوبيت تقطق تقطق تقول لك هاش حال تخلص هاك سير دفاع كاتمشي كيجيك الرفض من انت ما عارف قاعتا من هاكد الرفض منيجا انت ما شفتي طيارة فين اشمن طيارة معاشمشافر ما شفتي لو طيل فين داروا لك اشمن اشمن مدينة فين مريزيرفي ما شفتي تاريخ لي دار لك ما شفتي اتاشي حاجة واش يعني كجواب اولي راه الرفض باي مني غد تمشي اه عند لاجونز قلو انا بغي ندير واحد الفيزا سياحة الاسبانيا وناوي ان شاء الله لسه الله غد نمشي في شهر عشرة وهالتاريخ لي بغي وبغي ندير واحد ريزيرفاسيو في بارشلونة في شيء اوتين اللي غايكون رخيص والتمام ما يكون بين هنا وبين هنا وانتا قبل ما تمشي عنده خزك تكون دخلتي الجوجل ودخلتي المواقع ديال الحجز الفناديق وشفتي الاتمينة المناسبة وانتا تعطيه قاع اسمية دلوطيل قلو ريزيرفيليا فادلوطيل من هاد لادات لها دلات ومني غاي عمرك الاستمارة ديالك مني غاي عمرك الاستمارة وغدين شدها انا وغدين قرها موراه وغدين رجعها لانه هو كيكتب وعندو بزاف ديالطالبات كيقدر الكلافي غي الكلافي خاطئ املائي غاي بغي يدير اي كتب اه كيلون ومشات او اكتب لك اسمية غلطة وهذه رسالة السيدة اللي قاتل لها اكتب لها اسمية غلطة اسمية غلطة فورميلار يعني مش هي الف باسبور يعني كين غلط يعني غير فضلك الاستمارة كيصيبها لك سيد مولا جونس اي واحد عمرك الاستمارة غد تقراها انت لان انت لعرف اسميتك كيفاش كتكتب عارف كنيتك كيفاش كتكتب عارف تاريخيص ديالك عارف المعلومات ديالك من عارف شركة ديالك فين خدام عارف خدمة ديالك عارف جميع المعلومات قرى الاستمارة وسينيها في اللخر وقراها كامل او راجعة انا شي مرة كنعمر الاستمارة انا وكنعودها وكنلقى الغلط وكنعودها وكنلقى الغلط لانني كنطبي من اللي كتكون طبي راها كاتغلط هذي كراكلافي راكات تبرك على هاد الحرف مشها الحرف الاخر ها هو الراجع الفورميلر ديالي الراجع عم زيان وتحية للناس اللي غلطوا لهم في الفورميلر قال لك اه راتام شوعد الفورميلر الرزيرفاسيو للوطير نشوفو فين داير اهذاك اللوطير انا فين كاين انا مدينة باش تكون عندي فكرة انا مدينة واشنه هما التواريخ خرض التاريخ اللي كان في الفورميلر هو التواريخ اللي يكون في البيه والتاريخ اللي غايكون عندي في في الرزيرفاسيو ماشي مسافر نهار عشرة ورلحجز في شهر تمانية سمعتونا الاخوان هاد الحويجات اش دي الميل في ديالك مولاجون الصافيكي قد ونشدوه نقراه مزيان وندير هالوريجين بوحده ميلف ديال الوري الاصلي بوحده وميلف ديال الفوتوكوبي بوحده ومنيمشي لقونصلية انتاكد مزيان بيالله راشدت من عندي جميع الوتائق وقبل ما نمشي من القونصلية نشوف الورقة عندي واش خلق واش نسيت انسيت معريط هشي حيهذا راك اللي كاته يمشي في الطريق عادت كيقول لك اه وراء نسيت واحدة ورقة وماش داتاش من عندي مش دات من عندي لالاصلية للفوتوكوبي هذيك الساعة هما يلك نولد الناس وعيطوا لك اقول لك واحد الورقة ما كانت شاجي يجيبها لنا ما كانش رغا يدوزوها لك ويقروا لك الميل في ناقص وغير رفضو لك لا اخوان ارضوا البال من هاد الشي رهدو هما الجزئيات لكي اطروا الى الفيزا رأي الميل في الفيزا رأي متاع بوحدك تمشي تقادل الورقة ديالك تبعشي فيديو ديالشي واحد في اليوتيوب ما عادش نقول لك تبعني انا تبع اي فيديو في اليوتيوب كي يحضر على الوطائق ديالفيزا تبع الوطائق من الول حتى الاخر وجمعهم وش دي الموعيد ديالك وسير خلص ودقاد المسائل ديالك وتوكل على الله وراء ما هيكون غير خير وبعدو الى ذيك الهضراء ديالفيسبوك وذيك الهضراء ديالوا هناك يانا الرافض هنا مك يرفضوش هناك يقبلوه هنا مك يقبلوش الميل في ديالك يلك يرمزيار يكون على هيقينة ويعطوك الفيزا هذا كان غير واحد توضيح واحد من مجموعة المعلومات بيتم بارتاجها معاكم باش من هذا ما يرضي البالي انه من الغلاط كيتعلم الانسان واحد السيد سووني اه قال لي سؤال ديالو هو هذا عندي ست سنين في الخدمة عامين ما مرسمش واربع سنين مرسم والعمار ديالي ربعة وعشرين سانة السؤال ديالو واش غد تقبل لي الفيزا انا ما نقدرش نجاوبك ونقول لك واش غد تقبل لك الفيزا ولا لا اه لاش لان الفيزا راه مجموعة ديالوراق مجموعة ديالو هو التائق دا بنتي الله قتيلي ايه مزيانة عندك ست سنين اتيستاسيودو ترافاي عندك فيها ست سنين فضمن شماية عندك فيها ست سنين اه اربع سنين لان عامين ما كتيش مرسم ما غديش تكون مدكراري مزيان ولكن يا اخي انا ما عارش الصالير ديالك مزيان اللي ؟ ما عارش خاص勝 replies ديالك. ما عارش لاسيتياسو فاميلير ديالك واش مزوج ولا لا . ما عارش واش애 الفلوس ديالك في البنك اش حال عندك المبلغ ديالك اللي في الحساب ؟ ما عارش واش عندك شي حاجة زيدة شي ملكية شيضار شي عقار فهمتي? ها دوما الحويجات لي لكاتت تحكم في الفيزا ماش المال في ديالك investedše ريزير باس مزيان واش الفرميلار عام pag ري عندك مزيانة يعني أنا رأى أنا نقدر نقول لك أنه 4 سنين و 6 سنين للخدمة و 4 سنين في الضمان الشمعي أنه هذين رأى معطارها مزيان يمكن لك الدفاع و قاعد ذلك الوراقات الآخرين من في ديالك يكون كامل وخذ الموعيد ديالك وتقدم للدولة اللي بغيتي ولا غادي يكون خيرا ما غاديش مشي زا ماشي حاجة صعيبا رأى عندك 6 سنين للخدمة و 4 سنين فلاصة ينسي قاعد الوراق الآخرين اللعب على الوراق الآخرين قاعد نجيل واحد الصديق اسميته إبراهيم طاحشي السلام عليكم أنا أول مرة غا نشوف الفيديو ديالك بينك تدوي من قلبك نيابة أنا عن كل الشباب المغرب كان شكرك خويا أنا بغيت ندير فيزا الخدمة ديالي ما كان خدمش مع الشركات كان خدم شكل حر شبه مقاويل ولكن بلاوراق بلا شركة أما من ناحية ديالك عندي في الفلوس وما عارف شنو ندير اللي يجازيك بخير الأخ ديالي انت آن بك الخدمة ديالك غير انت آن بك قلت لي مقاويل شبه مقاويل كتخدم حر ولكن علش ما ترضهاش مقاويل النصيحة لي قادي نصحك بحل الأخ ديالك سير وتقيد في المقاويل الداتي وقاد البطاقة ديال المقاويل الداتي ودير في هاد الخدمة لك تدير الحرة ديالك وخدم على الميلف ديالك واحد العام عام ولا عام نصي بالمقاويل الداتي ديالك مقاويل الداتي رات الدرائب كتدكتلاره تقريبا كل ثلث شهور تلت شهور هادك الشهور اللولين تقدر تبقى ديالك درهم او انت تبقى كل تلت شهر سيتدكراري واحد المونتو ديال شحالك تدخل الارباح ركت جيك عليها تقريبا 100 درهم ولا 150 درهم ديال الدرائب حاول تصبر على هاد المقاول الداتي واحد المدة ديال عام ونص ولا عام علاش انت او لات عندك مقاول داتي غادي تدفع بيها الفيزا غادي تقدر تاخد بيها الفيزا وحتى في الحالة انك لما خدتيش بيها الفيزا غادي تقدر تكمل على ذيك المقاول الداتي ديالك وتعاود تدفع بيها مرة اخرى هدا هو الحل اللي عندك انا ما بويش نقول لك شوفش واحد اللي غادي ضمنك ودفع فيزا لان هدا اللي غادي ضمنك كاللي ما غادي شي يبغي غادي تحرجو كاللي يقدر يكونوا ما عندك شكون ولكن اسهل طريقة هي دير مقاول داتي وما تجيك ش عام ولا عام ونص طويلة لا هدا راه ببروجي ديالك غادي تخدموا الراس هاد الشي اللي نقدر نقول لك اخوي دير مقاول داتي ومزاف ديالناس اخداوا البيزا بالمقاول داتي خويا شنو السبب الرجوع ديالك لاسبانيا والصعيب تلقى خدمها او لا شنو السبب اه هدا سؤال مهم شنو السبب ديالي اعلاش تارجعت لاسبانيا اااا Taiwan اعلاش كان رجعت لاسبانيا ان كي ديالي من pellجموعة ديال الاسباب استيقظة مشكلة نبيضها معكم هنا ايه انا من لمشى للبروتوغال دايماً انا غادي اخدوها مني اه اخدوها مني عبرة قاعدك شليك تسمع قاعدك شليك تسمعو الزواق والبروتوكولات دائما نسمعوه وحللوه وناقشوه وخدو منو المزيان انا سمعت ان البرتوغال راه الدولة انا عارف برتوغال دولة لفقيرة اسميك ديالها سبعمائة وخمسة ديال الاورو وان البرتوغاليين كي هاجروا في العالم كامل خاوينها والبرتوغال ديال السياسة انها كتشجع المواجرين باش تنمي الاقتصاد ديالها والبنياد التحتية هاد شينك تعارفو ولكن انا مشيت البرتوغال لانه كيقولوا ان القانون في البرتوغال راه سهل جوج الحويجات ان البرتوغال سهل تاخد فيها الوراق ومن حقك تخدم وانت ما عندك شوراق قد همج النقطات اللي خلوني ان انا نمشي البرتوغال مني مشيت البرتوغال بديت في ذوك الاجراءات ديال النقات تجمع النيف وتجمع شادة السكناة وتجمع ذوك الوطائق الكاملين وتدفع المانا في استاسيون وتمشيت تقلب على خدمة وتبقات كوتيزي واحد لمدة ديالعامين ومن بعد غدت تاخد الوراق مني مشيت جمعتنا ذوك الوراقات لقيت مشكل في عقد عمال اول سيدة مشيت عندها نقلب على خدمة قتليها تخدم معي في النوار يعني لا خدمتش معها في النوار انا غد نستقام ضيعة كنضيعة الوقت انا مشيت لتما خزين نخدم بعقد عمال باش ندفع المانا في استاسيون باش نبلا منحقين بدت لتماية نشيطة موبيل نخدم ندير اي حاجة مدام غدين نخدم في النوار يعني ما غدين نستفد تاشي حاجة ما غدين كوتيزي ما غدين ندير دمار شماعي ما غدين ندير تاشي حاجة عليها انا بديت كنقلب على اللي عقود العمل ما ما لقيتش لقيت باش نكون معاكم صراحة البني البني تمارا كي يطحنوا بنادم في البني اكتخدم مع البرازيليين والباكستانيين واذاك المعلم اللي كي يكوني بني هما ثلاثة خذك تقابلهم من تابو حدك وخذك تكون انت ارلون شواز يندير ما تقدش عليهم الفلاحة شدراري يعودوا لي انا الفلاحة تماما معاشي مغاربة كيضلون نار كابل مهرسين اللي متظهر قلستونا نقول هاد البرتوغال دابالي جيت لبنونيا الوراق فيهم عاماين الوراق فيهم عاماين انا عام عندي في اسبانيا كان قرأ اللغة الاسبانية غاد يمزيها مشيت البرتوغال ما كان فهموها الف ديك البرتوغالية تاني صعيبة ما لقينا شي كتفاهم معه تتظر معه بلونجلي مع التوريست ما هي كيف اهموا لونجلي السبليونيا عندهم مقلوبة البرتوغالية في شكل تاني الدماغ ديالك غادي تفور ما طالك الاكترو عندك بزاف ديال اللغات وما كتيش كاتميتريزي اللغات كاملين لانه باش تعلم اللغة خسك تكون كاتميتريزي اللي يقبلها غايت تفور ما طالك الدماغ قلت زقا اسبانيا عندها قانون ديل تعديل الهجرة غادي يعدلوا القانون ديل الهجرة علاش انا غادي نضيع عام في اسبانيا ونضرب عامين في البرتوغال هي تلت سنين على والو هجي رجع لاسبانيا كاتعرف الناس عندك اقدمية عندك البروفيت ديالك انا في اسبانيا ارجع اقرأ تكوين المهني ديالك ارجع اكمل القراية ديالك واتسن القانون اللي غادي تفتح والحمد لله ده بركين ان تعديلات في قانون لا يجرار افشرة سعود يقدر يفتحوا الوراقة بالتكوين بالاضافة الا ان جاني عرض جاني واحد العرض وانا في البرتوغال الناس يقدر تقول رك في البرتوغال ما قدرتش تخدم على تمارا انا ما شوي بقول طوضو انا ما مشيش باش مش مشيش لأوروبا باش نخدم في تمارا جاني عرض في البرتوغال باش نخدم مع شركة وناخد معهم واحد البوست ريسبونسابل دل ماركوتين والكومينيكاسيون وتقطار حاليا البروجي في البرتوغال وكنا غادي نخدمه في البرتوغال ولكن الجالية الجالية المغربية في البرتوغال ماشي كتير والقنصلية المغربية كينا في ليش بونا والشركة هنا في اسبانيا عند التراخيص دي الكل شي في اسبانيا وقتا رحت عليهم باش نخدم معهم خاصنا يذكروا واحد الفرع في مدينة بيلباو ومني قبلوا انهم يديروا في فرع في مدينة بيلباو قررت انني غادي نرجع من البرتوغال وغادي نخدم معهم هنايا في اسبانيا وهذه الشركة هدي هي اللي درت معها كونفنسيون وكنخدم معها بحاليا كرسبونسابل دي الكمونيكاسيون والماركوتين هنايا في بيلباو شركة هي مجموعة دي الشركات كان لك تخدم مع المهاجرين في شؤون دي ال الاكستران خيرية ومكاتب الهجرة وكان لعندها فرع اخر في الناظر المهم هذا سي جي اخر عليها رجعت انا الهنايا البرتوغال يلك تجي من المغرب تمشي لها نيشان مرحبا اما لك تدوز في شي دولة اخرى تجي كننامط الحياة تبدلع لك ماشي نحفرها بالفاس ما عنديش مشكل ولكن منيك يجيك عرض خاصك تسنح في كل شي يعني ان العروض في هذا الوقت ما كيجيوش انت كتقلب عليهم المهم غادي رجعو لسؤال الاخر دي القسم عاطفي عندي تمانية وخمسين عام وبغا نجي لإسبانيا واختي شنو غادي نقول لك لا بغتي تجي لإسبانيا وفي عمرك تمانية وخمسين عام دبا تمانية وخمسين عام عمرة فيها وفيها كلي تمانية وخمسين عام وباقي جون كلي تمانية وخمسين عام وصافرة شراف يعني انا اي واحد بغي يجي لأوروبا منحقو يجي لأوروبا ما غدا نقول تشي واحد ما يجيش لانا أوروبا ماشي ديالي أوروبا دير مماليها انا غا مهاجر بسمعي في أوروبا أخويا بويت نسولك الله يرحم الوالدين أنا عندي 23 سنة واخدامة في سنتردابيل دابشي 9 شهور بويت ندفع الصالير عندي ما تابتش كل مرة وشنو عندي عشرين الف درهم في الكونت واش ممكن تقبل اختي بتجربة اه شخصية ديالي انا انا ردفعت الفيزا اه 18 الف درهم لان الفيزا الفيزا شكو لك البوست ديالك البوست اللي كتكون خدام البوست اللي كتكون خدام في الخدمة ديالك اذك تيتر ريس بونسابل سيبر فيزور جيرون كيل عبدور كبير في الفيزا كيشوفوه انا كيقولوا هذا ريس بونسابل هنا يا عندو واحد البوست سيبر فيزور ولا اه شي حاجة ما يا يعني عشرين الف درهم رام عادي اه ندوزون واحد سؤال اخر ديال احد الاصدقاء شنو كيقول ممكن البريد الالكتروني البريد الالكتروني يا الاخ ديال انا خليته تم مايا مجموعة ديال الفيديو سلام هذه 15 عام باش كنت دير الانترنت مع اينوي مريم جعفر السلام هذه 15 عام باش كنت دير الانترنت مع اينوي ما بقيتش كنخلص ما حبستها ما والو ونسيت الموضوع دا با انا مصافرة خارج البلاد خايف يوقفوني في المطار هواش بالصح ولا ما عندهم علاقة اختي المطار غذي يوقفوك لك انتي روشارش روشارش ما بحوث عنك اما عندك مشكلة ما اينوي ولا ما عطي صالات لما عندي اه سيري اختي صافري كنت لك انا الشركة ديال المغرب لا اينوي الاتصالات لأورنج كاملين كاملين كندير معهم ابون ونهارك يقطعوا علي كنقطع عليهم تانى الموض ولا خلاص لأولو العمار عندي سبعة وخمسين عام نمشي فيزا بغان بقاتم ما نوليش للمغرب اختي انتي حرة لاكي انتي حرة ما نقدرش نقول لك رجعي ولا بقاي سلام اخويا انا خدم تسعة شهور صالة ربعة وخمسمية درهم الحساب الفنكي عشرين الف درهم كافية دفع فيزا عندك تسعة شهور ما كافياش كينين دوك الحالات شي نهار كيدوشي واحد محضوض بتسعة شهور بعام كين شي مرة كيدوز رزقوها ذاك زهرو ولكن رخاص تكون عندك عام الفوق عام باش انتي كتعطيهم لقارونتي باللارة انتي رغادي ترجعي ما ديش تسمحي في ديك الخدمة ديالك اخي محتاج كنسولك شي حاجة ما كينش اللي يعطيني رس الخيط وما سولتني شي اخويا حتى توصل الاسبانيا عاد صيف الطلب الاستقالة هدا هي الفكرة ديالي انا نهار مشيت الاسبانيا انا قام استاقلت قديد كونجي وطعت الاسبانيا والله العظيم ونهار عيطولي نرجع نهار عيطولي كان عندي التاريخ باش نرجع كانت عندي الاثنين رينيو مات تمانيا ونص كي قلبوا لي ملقونيش وذك النهار كان هذا النهار خديت واحد بصراحة خديت واحد واحد جائزة تبروبوزيت واحد فكرة على الشركة وتقبلات وتقلاصات نمر واحد وتحيال سناء اللي بارتاجت معي واحد الصورة وقالت لي عبد الرحيم فينك رك خديتي المرتبة الأولى في قلت لها مشيت وراسي مرفوع الحمد لله شكرا جميل أصدقاء من هذا الفيديو هذا اللي تقدم معهم وكن نقول لهم عبد الرحيم دائما كيبغيكم بزاف وعزازين عليه كاملين 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 كاملة ولزامي وكاملين كاملين يراكم عزاز ومن القلب الخالص كنقول لكم أنا ماخد داما أخي وضمنوني الناس وطلعت الفرنسا يلا جيت قبل العيد بسمانا والحمد لله القسم طير مقاول ذاتي مضمن حتى حد هنا مقاول ذاتي راضي تخذي به الفيزا اختي اخي يلا خدمت في شركة عندي صلير دي الخمس الف درهم وعندي شقة وعندي بقعة قضية ولكن ما زال ما عندي فيه تدرهم حيث يلا خدمت واش يلا خدمت من هنا شهر ثلاثة ولا اربعة ودرت هات شي اللي قلتي لي واش نشد وديك السعي يسر له من هنا شهر ثلاثة تقدر تكون يمكن شهر ثلاثة تكمل عام لبا شهر سبعة سبرة لديك شهر سبعة ثمانية الله يستر لك خويا ما تسوق ش الاعداء النجاح اخويا بعض مرات ريك نبغي نجاوبوهم وصف اما نار ما يهمونيش خويا ممكن تجاوبني جاوبني ضروري لله يرحم لكم والدين اه يمكن لك الدفعي تقعد ديال الزوج ديالك عادي ماشي مشكل دزل واحد سؤال اخر سؤال اخر سؤال اخر السلام عليكم اتمنى تجاوبني على سؤالي ولك مني زجيل الشكر انا كينا كينا بنتي مزوجة في بريطانيا وبغيت نمشي نزورها اذا دفعت دباش حال ديال وقت خص هباش يجاوبني لان عندي والدي دباع وطلع وبغيت ندي معي واختي الجواب ديال القنصلية على الحساب الحساب الطلبات اذا كان عندهم طلبات كتارين رام كت على طلوي لما كان ش عندهم الطلبات رام غادي يجاوبوك فعل الدرف ديال كان جور عشرين يوم غا يجاوبوك واش ممكن نكمل اخي ابراهيم نوريا يمكن لك تقرأ في اسبانيا وتكمل على دي ماشي مشكي اخويا رحم الوالدين هدر لنا الناس اللي ما كيدوز لهم صالير يعني كيخدمو على رأس هم عندك شو واحد اللي غادي يضمن كباش تدير فيزا هذي صعيبة ولكن يمكن لك تمشي تدير واحد العمل حر واحد مقاولة مقاول داتي وذيك الخدمة ديال قننة مش ضرورة تكون انت مقاول داتي يخدم اغير وراق خدم مقاول الوراق انك واحد الاكتيفيتي كتبع بخدوي كوسميتيك مواج جميل ولا كتبع شي حاجة المهم تدير واحد الاكتيفيتي منك اتقاد المقاول داتي يعطي مرش خمسين اكتيفيتي انت اختار واتقاد الميل في ديالك وصاف وقتقاب الفاكتور ديالك باش يمكن لك تصيب الفيزا انا مقيمة في توركيا وبغيت موعد الواتساب موعد الواتساب بغيت موعد لشي دولة ولكن كتبت الواتساب بختي شكرا على تحليلك على القطع الخاص من عبودية ومسيح الكابة والخوف من المستقبل دايما انا اخوي عندي في سن اتنين وخمسين سنة وغادي نسمح في الخدمة ديالي في المغرب غادي نجي فيزا ونوين خدم في المجال الفلاحي والسياقة اش من السن عندهم في التقاعد واش نلقى الخدمة وشكرا ايه واحد القادية باش ننصح اخي العمر ديالك اتنين وخمسين سنة وغادي تسمح في الخدمة ديالك وغادي تجي تخدم في المجال الفلاحي انا ماشي غادي نقول لك اجي ولا مجيش انت حر القرار ديالك ولكن المجال الفلاحي فيه اهتمار بزاف ولكن السياقة رمي ممكن ش غادي تسوق هنا في اوروبا وانت ما عندك الاقامة باش تكون عار يعني السياقة غين ساعة حتى تصيب الغراق عادي ممكن لك تسوق تخدم شي فور هنا في اسبانيا التقاعد على 15 عام ولكن هنا واحد النقطة انا اللي بحث عليها ولقيتها وما زال غادي نبحث عليها وهي ان التقاعد ديالك في المغرب يمكن لك تدير ترانسفير لاسبانيا لاش انا من المشي لبرتغال سولت صيدة دي الضمان شماعي لاش ما كان عندكم شش شاركة ش بين الضمان الشماعي المغرب والضمان الشماعي بورتغال بحكم ان انا خدمت واحد سنة طويلة في المغرب واش يمكن لنحول ها لبرتغال قلت لي لا تما فهمت بلا البرتغال كي حاولو يدخلو غير الفلوس اسبانيا لا يمكن الضمان الشماعي ديالك لي في المغرب يمكن لك تحول اسبانيا وتستفيد من السن يلتقعوا هذي معلومة ببرتاجة تماكم حاولوا تبحثوا عليها وتقلبوا عليها دياشي واحد ما يضيع شي عام ولا شي عامين خدمهم في المغرب واش ممكن نقطع في الطائرة الاسبانية بعد الوصول لهنغارية دون مشكل مع شرطة الحدود واش ممكن نقطع في الطائرة الاسبانية بعد الوصول لهنغارية بفيزا هنغارية انت عندك فيزا هنغارية ولو يتقطع الهنغارية الاسبانية عادي مدم انت عندك فيزا عندك فيزا يعني رأي دولة مشيتي لهذه تقطع الدولة اخرى عادي ما يكيش مشكلة هنا واش سلطة حدود ما غديش مهضر معك انت اصلا مني غديت تكون في دولة شينغن تكون دخلت وتبعطي مني غدت سافر شيد ولا افتح اوروبي ما كتبقاش دوز مشورطات الحدود كتبقى دوز غم واحد واحد الممر دي الناز الاوروبيين يعني ما محتاج ما غديش بقو يطبع لك تف باسبور اخويا ما فهمش فاش كتطلب لك ست سنين واش كيعطيوها في الفيزا غدي نشاوب واحد فوزي الخماسي كتب لي واحد تعليق ان هادي قناة صهيونية المهمة لأخوان غدي نكتفي بهذا القدر دي الاجوبة على هاد الاسئلة هادي وعلى هاد المعلومات اللي بارتاج معكم وكلتمنى ان هاد المعلومات تكونوا تستفدوا منها اردوا البال من المواعد المزورة اردوا البال من الناس اللي كتب تنصب عليكم ردوا البال من اي حاجة بيدروها درسوها ورد قرأوها وعودوها وخدمو على الملف دي لكم شوية على روزكم خدمو على المقاول الذاتي والله يستر لكم جميعا والله يوصلكم ذاك شي اللي بيتوا كاملين كان معكم عبد راحي من قناة فيزا وإلى اللقاء ومتلقوا فيديو قديم ان شاء الله